خلينا خلينا ناخد تليفون دكتور رفاقي والالو كده هلو هلو هيوة كابتن متولي كابتن محمود متولي معنا التليفون بس اخير يا كابتن محمود اهلا بك اهلا بحضرتك نطمن عليك بس الاول قبل ما يعني تسلم على كابتن على دكتور رفاقي قولينا بس حالتك ايه وطمن جمهور الاهلي عليك اه طبعا يعني شرف لي دلوقتي ان انا بكون معاكم الدكتور رفاقي ودكتور عبد الرحمن اه وحضرتك اه وسلامي لهم طبعا اه دكتور رفاقي امكان احنا يعني السلام ما بين الفترة اللي ساتت والفترة اللي جاية هيبقى كتش شمية لكن طبعا دكتور عبد الرحمن معلش معلش هتعدي هتعدي يا كابتن محمود ان شاء الله وتبقى احسن من الاول ان شاء الله بازن الله ان شاء الله الحمد الله يعني الامور مش كويس اه اعملنا العملية دكتور رحمد عبد العزيز اه يعني الحمد لله العملية مشت بشكل كويس طب معلش قبل ما تقولي العملية كابتن محمود اه احنا لسه كنا عارضين اللعبة دلوقتي اه ممكن تقولي بالزبط الموضوع حصل ازاي يعني وانت حسيت بايه في اللحظة يعني معلش انا رجعك للحظة بتاع نعرف تبقى صعبة جدا على عيب الكورة خصوصا لما تحصله هوا في الملعب بس عايز اعرف ايه اللي حصل بالزبط اه والله يعني هي حاجة ما اتمناش ان حد يحس بيها او ما اتمناش ان هي تحصل لأي العيب اه بكله طبعا بيبقى نصيب وحاجة مكتوبة ربنا كتبها لي اكيد فيها خير لهيات اه والحمد لله الواحد مؤمن بربنا وان ده فضاء وفضر ما كانش عندك اي مشكلة قبلها محمود يعني قبل اللقطة دي محسيتش في المطش ان في مشكلة ما حصل لكش حاجة قبلها بيوم اه يعني لا لا هي هي جات كده اول مرة اه يعني يعني هي برضو هي بتبقى نصيب يعني طبعا يعني ما بيبقاش متبس بلها خالص ولا بتبقى حاسس اه بقى اي اساس وحش قبلها حتى لو كنت حاسس او او اللي يبقى مثلا ما بيحس ان هو بيشتكي من حاجة او بيكون الام من حاجة اكيد بيبقى عمل حسابه اه علاج كويس اه ريكابري كويس اه ريهاب كويس اه طبيعيا يعني لو الواحد حاسس باي احساس اه غلط او مش مفهوم لازم يعني مرتب له او لازم يبقى عمل حسابه ان اه ان دي محتاجة علاج محتاجة راحة اه ان كان اه الدكتور اه بيشوفها ازاي اه ووصلت لغاية فين دلوقتي يا كابتن محمول اه والله يعني الحمدلله الامور الفاترة ساتت اه الشهر اللي فيها ده مش كويس اه يعني اه بدأنا علاج اه علاج في المياه اه وعالاج طبيعي طبعا دكتور وفاقي يشرح لحضرتك اكتر مني طبعا اه لكن الحمدلله انا شايف الامور مش كويس جدا و اه كده ان شاء الله الدنيا تتضبط وجود وجود متخصصين في الفريق طبي في النادي الاهلي اه حد في التخزية العلاجية وحد في العلاج الطبيعي فرق معك كلاعب كورة اكيد بس انا في الاول حاب بشكر الدكتور خالد طبعا على المجهود يمكن ده ده واجبه او ده شغله في النادي. دكتور خالد محمول طبعا رئيس الجهاز الطب طبعا. اه لكن طبعا اه يعني اه هو برضو تعب معي الفترة الفترة. اه اكيد الفترة الجاية برضو. فحابب بشكره على مجهوده. اه الحمدلله يعني اه انا يعني النادي الاهلي تعامل مع الموضوع بطريقة فير زي ما بيتعامل على طول. اه سألوني او او اخدوا رأيي يعني موضوع الصفر او ان انا اعمل عملية. انا في ماصر. وكان يعني اختياري طبعا بعد بعد ما فكرت في الموضوع كويس وخصوصا في الظروف اللي احنا عايشين فيها الفترة دي بسبب الكوفيد نايتين والظروف اللي العالم كله بيمر بيها. فانا كنت شايف ان انا علشان اكتب وقت علشان برضو. اه علشان كل من العملية تبقى اصرع كل من الواحد بيستفيد بالوقت. وكمان يعني يعني يمكن الموضوع بيبقى عالمي اكتر في حتة ان الواحد ما يخسرش كتير من الوزن العضلي في جسمه ايه. اوكي. ودكتور رحمد عبدالعزيز بتهايلي واحد من احسن الاسماء طبعا في في المجال. اه قدامك قديت. يعني ده كاترة قالوا لك تقريبا قدامك قد ايه وممكن ترجع تتمرن تاني كابتن محمود. والله يعني هو كله من عند ربنا انا باتمنى بس يعني من ربنا ان ما فيش حاجة تعطلني. اه وانساء الله بإذن الله يعني انا يعني انا مؤمن ان كل حاجة المجهود وبالتعب بترجع زي الاول واحسن. وهترجع احسن ان شاء الله. وبإذن الله كل حاجة هتثبت وهتبقى احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا وترجع للاهلوية ان شاء الله بإذن الله بالف سلامة. قبل ما نكمل.